ايه؟ اسمه ماشرط؟ ايوه! واحد معاه نداله بالاسم دي ده اخطر لسه اصار في مصر بجولك يا بكار بلاش نعمل الخطة دي احنا نجوم محامل شبلي وندعي انه يطلع براق لا انا مش هخاف وهنجمل خطتنا ربنا يستر يا بكار انا باذن الله هعمل تمثال زي اللي في الصورة بالزبط شبلي جالي ان مهوب زيه وان شاء الله هيخرج بالسلام وبعدين بجاء يلا يا بكار احنا مش فاضين لك عاوزين نلعب بجاء قلمت صحيح بجلك فترة مش بتلعب معنا ليه يا بكار معلش بعمل حاجة مهمة جوي ايه هي الحاجة دي؟ ايه رأيكم؟ يعني مش شبهه؟ لا مش شبه السورة خالص وبعدين التمثال ده لازم يكون شبه اللي في الصورة بالزبط دي مصابجة يا بكار دي ولا ايه؟ لا براقش شبلي من عمي متوجفة على التمثال ده مش فاهم ازاي؟ هفهمكم أنا هاي تصيبك هتبضلوا طول عمرك وأخبية هو هو اللي نتأخر كده ليه الله ده كان بيخلص التمثيل أسرع من كده التمثال ده صعب بردك يدي له وقته قلبي مش بيطمني همعلم المرة دي موضوع أبو ده قلقني احنا لنا التمثال يخلص وخلاص يبعثوا مع أبو ويبعثوا مع الجن الأزرق مش مهم المهم يعمل التمثال زي الأصل تماما وإلا مشرة ما بيهزرش اللي انت بتعمله ده خطر يا بكار انت عارف مشرة ده مجرم خطير جدا وإيه ده هو مفيش مجرم في الدنيا غير الاسمه مشرة ده كل مصيبة يطلع هو اللي وراها سلام باجا ونصيحة مني يا بكار عاوز تنحط كويس شوف بصوابعك صوابع المحاد دي لازم تبجي حساسة جدا هي اللي بتشتاج عنه بتحس التفاصيل في مساج هي اللي بتحول الطيل والحجر لجطحة فنية فلو عاوز تنحط صح خلي صوابعك هي اللي تشوف مش عينيه اشتركوا في القناة